مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد ترأس اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مجلس الوزراء وأسدى فيه مجموعة من التعليمات من بينها تعليمات خاصة بدفتر شروط استيراد سيارات الجديدة عن طريق الوكلاء وكذلك المصنعين حيث أمر رئيس الجمهورية وزير الصناعة بنشر دفتر شروط استيراد سيارات يوم الخميس 17 نوفمبر من سنة 2022 معنتها الخميسة هذه إن شاء الله رح نشوفه دفتر شروط استيراد السيارات الجديدة وكنا درنا اليوم أمس فيديو وحكينا وقلنا أنه سمعنا هذه والأسبوع هذا رح يخرج دفتر شروط استيراد السيارات الجديدة عن طريق الوكلاء والمصنعين للعلم فقط هذا الدفتر رح يكون فيه كذلك المصنعين معنيين باستيراد السيارات معنتها الشروط رح تنطبق حتى على المصنعين المهم نهالف ميسة إن شاء الله نشوفه جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته